تعديل واحد أجري على حكومة الدكتور عبدالله نسور وكان من نصيب حكومته الثانية التي كلف بتشكيلها في التاسع من آذار عام 2013 بعد مشاورات مع مجلس النواب السابع عشر التعديل الذي قام به نسور في الـ 21 من آب من العام ذاته رفع عدد عضاء حكومته إلى 26 وزيراً بعد دخول 13 وخروج 6 آخرين وانضمام سيدتين فيما أبقى نسور على 12 وزيراً مع إجراء فصل على الحقائب الوزارية شملت البلديات والداخلية والمياه والري والزراعة والبيئة والاتصالات والعدل ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والشؤون السياسية والبرلمانية ووزارة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال فضلاً عن الصناعة والتجارة والتموين والطاقة والثروة المعدنية والاتصالات واستثني منها حقيبتاء العمل والسياحة والأثار التي دمجتا في التعديل الوضع الاقتصادي كان التحدي الأكبر أمام حكومة سور الذي كلف من قبل جلالة الملك بوضع خطة اقتصادية لعشرة أعوام فملفات الفقر والبطالة وحماية المستهلك التي تمس المواطنة بشكل مباشر ما تزال تلقي بظلالها على عاتق هذه الحكومة التي لقبت شعبياً بحكومة رف الأسعار في وقت ما تزال فيه برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وتحسين أداء الاقتصاد وضبط عجز الموازنة العامة للدولة والمحافظة على الاستقرار النقدي هماً دائماً في ظل وضع اقتصادي صعب وإقليم ملتهم وجدت الحكومة نفسها في مواجهة مع مجلس النواب أكثر من مرة وذلك عبر التلويح بطرح الثقة فيها مرة عقب جريمة اغتيال القاضي رأى زعيتر من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي طالب على إثرها مجلس النواب بسحب السفير من تل أبيب وترض السفير الإسرائيلي من عمان وأخرى عقب قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء اعتباراً من مطلع العام الجاري ملفات سياسية كثيرة على طاولة الحكومة أبرزها قانوناء الانتخاب والأحزاب فضلاً عن انتخابات البلدية المقبلة الأمر الذي يحتاج إلى نفس طويل لإنجازها بالحد الأدنى من المواجهة سواء شعبياً أو مع مجلس النواب حكومة سوري الثانية صاحبة الولاية حتى اللحظة والتي مر على تكليفها نحو عامين تتكاثر أمامها التحديات الاقتصادية والسياسية لتتراكم الملفات على طاولتها برسم الإنجاز